الفعالية الناجحة اللي على مستوى راقي يليق بمكانة المملكة العربية السعودية أنا أتحدى أنها تربي حكة 10% ما في بنية تحتية الآي بيز نفسه الآي بيز غالي طوض الملكية الفكرية نعم يعني اليوم عمر خيرت عشان أنا نجيبه ما حبيتجيبه بفلوس قليلة هذا سقراط من نذاعة الثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية سعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ زكي حسنين مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بنشمارك لتنظيم الفعاليات أصدقائنا القدامة يمكن متغير عليهم شوي جو سقراط وفجأة صار يشوفون قيادات من قطاع الخاص وشركات خاصة وحيانا يكون جزء من حلقة عن تجربتهم الشخصية البعض يعتقد أن هذه مثلا حلقات مدفوعة ما فيه ولا حلقة مدفوعة في بودكاست وقراط ما فيه حلقة سابقة ولا حلقة مستقبلية حتكون بمقابل مادي نحن مهتمين بتوثيق الرؤية وكل تجربة سواء تجربة جهاز حكومي أو جهاز خاص أو شخص تساعد على هذا الموضوع بنحرص أن نستفيد منها فضيفنا اليوم على سبيل المثال هو عامل في قطاع الترفيه من 2003 فرحلته شهدت المرحلة ما قبل الرؤية وما بعدها في قطاع الترفيه اللي هو أحد القطاعات الحيوية في رؤية سعودية 2030 فأخذنا القصة والتجربة شفنا إيش كانت التحديات وكيف المشهد قبل وإيش اللي اختلف اليوم تكلمنا على موضوع تحدي الاستدامة التشريعات البنية التحتية تجربة العميل كواليس أول حفلة موسيقية بجمهور مختلط وكيف كانت الترتيبات لها وإيش النتيجة من هذه الحفلة وتكلمنا على هوامش ربحية هذا القطاع وغيرها من التفاصيل اللي أترككم تسمعونها في الحوار حياك الله أبو أحمد شرفتنا ونورتنا يا هلا وسهلا فيك وأنا ما تتصور قدامه هذا سعادتي أني أنا أكون أمام الحاجة اللي أنا أحبها الله يسعدك تسلم والله هذا من حسن حظنا ويعني ودي أعرف قصتك مع البليلة قالوا لي أنك أنت بادي مع البليلة أو شيء زي كده والله شوف إذا تبغانا وحنا صغار قالوا نحن عيال مكة نشتغل أي شيء أوكي أي بس أنا يعني طال عمرك أنا من سكان مكة والدي كان بايع خبز أو عندنا مخبز وعندنا محل فول وما ربع عدنا كثيرا عن البليلة تربينا في مكة الحمد لله واشتغلنا كل شيء اشتغلنا في الحج واشتغلنا في العمرة وبعنا بليلة ما كذب من قال لك بس وإحنا صغار في الحارة من فيه في الحارة ما باع إسكريم وباع بليلة وباع وبرضو سكت لوموزين وسكت لوموزين يوم ما جيت يوم ما جيت بأتزوج واحد جزال الله خير قال لي يا أخوان مرتي أنه هو ترسائق لوموزين في المطار بينما أنا كنت مدير شركة لوموزين في المطار وعسى ما خرم الموضوع هذا الزواج لا والله بالعكس أعتقد شكلهم شدوا فيي قالوا هذا كدات وبوحمد إحنا سعداء جدا بقبولك الدعوة وحبين يعني نحكي معك بصفتك مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بنشمارك شركة تعمل في الترفيه من عام 2003 هذا بالنسبة لي خلاني يقول فرصة لقينا الشخص اللي قدر يحكينا عن قطاع قبل وبعد الرؤيان هذا تركيز بودكاست سقراض إيش اللي يخليك تدخل قطاع الترفيه 2003 شوف أنا أقول لك حاجة واحد أنا طول عملي أنا طبعا موظف قطاع خاص طول حياتي من يوم ما تخرجت من الجامعة تقريبا أنا اشتغلت في عدة شركات كنت مسؤول يعني لازم يكون فيه جزئية من شغلي حاجة تهتم بالعلاقات العامة بالتسويق بالفعاليات في كل الشركات اشتغلت آخر شركة كنت شغال فيها كانت تعمل في الأزياء فأنا طبعا كنت على رأس الشركة هذه فلازم نحن نطلع أربع مرات في السنة عشان نعمل باينج الملابس لما تروح تعمل باينج يعني أنت بتتفرج على فاشين شوز فأنا تقريبا أغلب من المصممين العالميين أنا دخلت عروض أزياءهم فكنت بحكم أني أنا يعني الشركة اللي نحن فيها شركة ما شاء الله تبارك الله لها باع كبير في الموضوع فكننا نروح باكستيج فكننا نشوف وكنت أشوف موضوع طريقة التعامل مع مصمم الأزياء مع عارضات الأزياء مع السرعة في إنها العارضة تطلع على طول تشيل اللبسة الأول عشان تلبس اللبسة الثانية فكنت استمتع في الكلام ده وكبر في راسي ومريت في الأيام إلى أني أنا قررت في يوم من الأيام أني أنا أترك القطاع الخاص وأستجه أني أنا أكون صاحب عمل وهذا قرار صراحة أني إذا تبغل حقا قرار مرة صعب كنت أنا متزوج عندي ثلاثة أطفال في ذاك الوقت وما كان يعني عندي راس مال فأس يعني فكرت قلت يا واد يمكن أسلم طريقة ما يبغى لها راس مال هو أنك أنت تاخد مكتب وتشتغل في موضوع التسويق الإعلاني بس وش علاقة معرض الأزياء بالتسويق الإعلاني يعني لازم نوضح إيش كان لأني كنت أساسا لأني أساسا أنا خاف الناس تفكرون شيء ثاني اللي يسعدك لا أبدا اللي أسعدني أني أنا تعلمت أشياء مرة كثيرة أوكي تمام تعلمت تعلمت كيف حركة الحشود الحشود تمام كيف عملية الهوسبتالتي لأنك أنت لازم تدخل تمام في وقت محدد يكون لك محلك موجود ما تجلس تدور على كرسيك تمام بعد كذا الموضوع أنك أنت الوقت المحدد اللي تبدأ فيه الفعالية تمام طريقة تنظيم الفعالية من A to Z أو ما تنسى يعني نحن أغلب الأماكن اللي كنا نروحها كنا نروح ميلانو كنا نروح باريس وهدول الناس يعني لهم باع مرة كبير ولندن وهدول يعني نحن نعتبرهم يعني يمكن من الناس ملوك الفعاليات في العالم فلما طلعت أيامها كنت طبعا أيام الأزياء كنت أنا يعني لازم نعلن تمام فكنت نعلن على يوني بولز نعلن على الميديا اللي كانت موجودة في الزمان داك أو الجرائي دا والمجلات فبحكم علاقتي كان في مجلة مشهورة للأزياء تمام توصلت مع صاحبها لقيت أنه هو ما عنده مكتب السعودية هو شركة لبنانية أخذتها منه بالإضافة أني أنا كان فيه عندي مواقع أخرى أخذت فيها عامدة اليوني بول كبيرة اللوحات الخارجية اللوحات الخارجية وبالصدفة البحثة كمان كان فيه مركز تجاري بينشأ وكان فيه أول آيسكايتينج تكون في جدة صاحة التزلج صاحة التزلج فدخلت سبحان الله فجأة لقيت صاحب المكان هذا نكلم نعم أخذ صناعة اللوح داخل المون فقال لي يا أخي صراحة إيش رأيك أنا أبغى أقلب المكان ده إلى دخل إعلاني بحكم أني أنا عندي صالة التزلج وقال لي شفت الصالة في اللي في لندن كيف كانت فيه اللوغو على التلج وأشيازك كده والله عجبتني الفكرة روحت لواحد صديق لي كان يستغل في الملاعب يبيعوا الإعلانات في الملاعب قلت له كده 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 قال لي والله الفكرة مرة كويسة لاتفعل قلت له تدخل معايا قال له نقدر المكتب موجود دخلنا بدأنا في التسويق المولات فأنت تسوق مولات وتسوق لوحات خارجية وتسوق المجلات على قد حالي مكاتب هذا عام كم؟ هذا تقريبا يمكن يعني يمكن في حدود ألفين ألفين تقريبا ألفين إلا فبدأنا الحمد لله الرجال مبسط مننا جبنا له دخل مرة كويس أنا تعرفت على الشركات التي هي تصرف في موجال الإعلانات التي هي الشركات التي هي المعلنة 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 الكبار وقتها الحمد لله الراجل هذا ربنا نعم عليه أخذ مركز ثاني أعطاني هو وصار فيه عندي ثلاثة مراكز تجارية دخلوا علينا هوامير السوق موضوع اللي هو الان مول موبيز تمام دخلوا داخل المود أخذوا شبكات في المولات في المملكة بدأت أنا أبان حاجة مرة صغيرة أنسحبت من الموضوع ده ودخلت في موضوع لأن صار لي معرفة بأسماء الشركات اللي هي بتصرف في موضوع الداريكت ماركتين دخلت في موضوع الداريكت ماركتين سننا نعمل سامبلنج في الأسواق التجارية سامبلنج في السوبر ماركت بدأ موضوع الأيبنت مانيجمنت يجي الحمد لله بطريق بعد كده سامبلنج سامبلنج حقتي أو عينات حقتي اللي هي ممكن أكل لا أكل أيوة اللي هو في السوبر ماركت أكل عطور بروموشن حقها ريال شتيت اللي هي تمام فتسوي زي معارض مؤقتة أو بوب اللي هي الكيوسك الصغيرة هذي في المولاد فالموضوع هذا كان مرة كويس وكان يعني شغله مرة كبير بعد كده صار فيه إعلانات داخل السوبر ماركت اللي هي الهيدرز اللي فوق الشلفز الأرفوف الأرفوف دخلت فيها يدوب يدوب حطيت رجلي جوك الكبار وسحب السوق من تحت رجلي بعد كده ربنا أكرمني بحاجة وأنا تصورت إنها هي هذه الانطلاق الكبيرة بالصدفة البحثة جاتني مواقف المسجد النبوي الشريف أنا عاد وأيامها كنت صغير شفت نفسي إيش داقة داقة المية مليون أولد حطيت رجلي شلت فلوسي اللي فوق تحتي كلها دخل سويت اللوح في جوة المواقف الشيء الوحيد اللي ما عرفته وقتها حاجتين إنه الشركات الكبيرة الملتي ناشنالز في عندها بروشيجرز إنها لا تعلن في المناطق السياسية أو الدينية هذه الصدمة اللي ما كنت تعرفها وتانيا تكالبت علي اللي هي الميديا باينج هاوسز الكبيرة قالوا مين ده اللي جينا أكلت خسارة جامدة مازلت على الزيرو صفر صفر الرجل دور لقى وصلت له سبحان الله فأنت ما نجحت لأنه الشركات العالمية ما تعلن في أماكن دينية نعم والشركات المحلية في وسط عمالقة ما يبغون أنك تكبر ما يبغون يعني وحاولت يعني الحمد لله ذي كليام STC وقفوا معايا أشتروا مني وغيروا ما أحد أشترى قاعدت تفرج على الوحيد زي اللي عنده كوم بطيخ طال عمرك في الحلقة قالين خمج مرة مرة نزلت على الزيرو نزلت على الزيرو بعد ما رجعت على الزيرو نعم وشور رجعت للسوق طبعا الحمد لله بعد ما يعني كنت وفي مع الموظفيني ودفعت رواتبهم وبعت الأشياء الممتلكات ساعات أشياء أم العيال أعطتني كم طقم دهب بعنا الحمد لله المكتب شغال ف جاء إلى ذهني موضوع أني أنا يا واد ليش ما أحاول أني أرجع للشركة اللي أنا كنت شغال فيها وأقول لهم أعمل لكم عرض أزياء وهنا يجيك الموضوع اللي شركة الأقمشة شركة الأقمشة والأزياء اللي كنت شغال فيها والله عجبتهم الفكرة بحكم أنهم عندهم هاي فاشين براندز قالوا لي طيب تقدر تطلع ترخيص وهنا السؤال الصعب قلت لهم والله على الله نحاول تتكلم على 2004 2005 الحدود هذا يعني تقريبا تقريبا في هذا التاريخ اللي بتسوي عرض أزياء في هذاك الوقت نعم فقالت له إن شاء الله خير والله يعني جلست حاولت رحت لأصدقاءنا لحبايبنا في اللي هما أصحاب الاختصاص كلهم قالوا ما نقدر ما نقدر نعطيك ترخيص والله قلت يا واد ما لك إلا تدق باب جمعية خيرية والله رحت الجمعية الخيرية طرحت عليهم الفكرة قالوا لي طيب نحن إيش مردودنا قلت لهم نحن اللي يجينا تمام حنعطيكم يعني منه نسبة نسبة للجمعية قلوا لي خلاص ما تشيلهم نحن ناخد موضوع الترخيص والله ما قصروا الجماعة راحوا والله طرح البركة جابوا لي الترخيص الحمد لله ذيك الأيام عشان كمان حسن النية كان في شركة ما عارف هاي اللي أقول عادي اخذ رحتك الله يبارك شركة إيفيان كانت بتطلع ذيك الأيام قوارير سنوية يتم المزاد عليها وترجع حصتها إلى الجمعية الجمعية بالكامل ما تأخذ شركة إيفيان أي شيء والله توكننا على الله بدأنا نشتغل في موضوع أننا نحن ناخد الخطوة التانية رح سأستعجرنا قاعة مهمة في جدة ورتبنا أمورنا ولقينا الحمد لله عارضات أزياء وطبعا عرض أزياء ما يدخلوا رجال ولا أنا أبشرك يعني حتى الباكستيج كان رن باي ليديز تم تدريبهم تمام من قبل الشركة اللي هي كانت ماسكة موضوع الفاشن جينا يوم عرض الأزياء قاعة الأفراح جاءت قالولي نحن ما نقدر نسوي وانا قلدي خلاص دفعت فلوس ورتبت أموري وخلصت كل شيء ليش ما يقدروا قالوا والله دفعك ترخيص الجمعية قالولي ممكن أنك أنت تستبدل موضوع عارضات الأزياء بأنك أنت تلبس الأزياء على من يكانز والناس يدخل وتفرج وتعش وضرب الباب تخيل أنت الصدمة اللي شاتني في ديك اللحظة يهديكم يرضيكم حاولت جهدي تمام قالولي كات ووك وموديل سمشي عليها لا يمكن والله تعرف بحكم سبحان الله الخبرة وإلهام من عند الله سبحانه تعالى قلت لها ما في كات ووك كلمت المسؤولة جوا قلت لها لبس البنات أزياء ياخدوا ووك الراوند حول الطاولات وقدوا خلاص بدأوا الناس يجو قالت لي طيب بالنسبة لك خلاص قلت لها نحن نكتفي أنها هي ووك الراوند البن تاخد لفة كاملة تدخل عندك تنبسيها اللبسة الثانية والحمد لله كانت فكرة مرة حلوة وتقبلوها الناس وصوينا المزاد على القارورة وبيعت بمبلغ مرة كويس لدرجة الجمعية الخيرية هذه صاروا كل مرة يقولولي تكفى إذا عندك شي ترى نحن معاك فهذا كان بالنسبة لي حاجة هذه رجعتك لعالم التنظيم وعرفتني إيش اللي يصير وإيش اللي ما يصير لا تكون لأنه ممكن في ديك اللحظة وفي ديك الأيام يجيك مراقبة بلدية يوقفك راحت مليون اثنين مليون ترى الفعاليات كانت ديك الأيام ما هي بالمبالغ إلا الحين الناس يشوفوها فالحمد لله مشينا بالموضوع وخلاص وجبت من أراها فلوس وجبنا أراها فلوس الحمد لله رجعت ذهب المدام لا لا لسه ذهب المدام لسه بدري عليه بس الحمد لله أنا مبسط أن الجمعية استفادت صار في عندي صورث أني أنا لما أبغى شيء أروح للجمعية دي وصار في ترست بيننا تمام أنه هذا الراجل يقوله فعل بعدها طبعا بدأنا ندخل في موضوع أني أنا أروح على شركات جاتني فكرة شركات السيارات اللونشينج حق السيارات التسترايف هذه أشياء اختبار القيادة وإطلاق منتجات جديدة منتجات جديدة لونشينج حق مولز أشتغلنا يعني سنتين ثلاث سنوات في هذا الموضوع إلى أنه جاتني فكرة أني أنا أبدأ أدخل في موضوع المؤتمرات والمهتديات ورش العمل فالحمد لله الله أكرمنا أخذنا منتدى المشروبات كان هذا منتدى مرة مهم لأنه تحت رعاية جامعة الدول العربية لأنه يعني تقريبا شبه عالمي والحمد لله هذا 2013 تقريبا جات الغرفة التجارية تبنت الموضوع ده وصار في عندي حاجة ثانية غير الجميع الخيرية الغرفة التجارية بعد كده الحمد لله اللي هو كان ديك الأيام بالنسبة لي أنا حلم أني أنا أقدر أنظم منتدى جد الأقتصادي لأنه منتدى جد الأقتصادي في هذه كالأيام ومنتدى الرياضة الاقتصادي تعتبر من أهم المتدى في المملكة العربية السعودية لأنه حقول لك أنه أنا بعد ما خلص جدة الاقتصادي كنت بحاول أني أأخذ ممتدى الرياضة الاقتصادي والحمد لله أخذت السنة تخيل من 2013 ما الله كاتب لي فيه إلا السنة هذه وتصور يعني حتى عندي في الشركة ما هي يديك البدجت ليقوا تلهم حلم ولازم أأخذ شئته ما بيته وأنا ما أخده ما أخده الحمد لله فالحمد لله توفقنا هذه كالأيام كان طبعا يرأس مجلس إدارة الغرفة التجارية العم المرحوم عم صالح كامل وأشاد بي بعملي وانبسط كثير أنه أنا ابني معايا وما أخذ جزء كبير من العمل بعدها يعني كان نقلة صراحة يعني عملنا نقلة في المنتدى الاقتصادي عملنا طبعا شاشة بانورامية حطينا كل ثقلنا في الموضوع ذا لأنه قلنا إن شاء الله هذه انطلاقها أنه نحن نعرف من هي بنش مارك والحمد لله توفقنا بعدها الله يرحمه وإحسن إليه برضو دخلنا في منافسة مهمة جدا اللي هي مهرجان جدا غير هذا المواسم السياحية حق تول المواسم السياحية ما كان فيه غير مهرجان جدا غير تمام وكان مهرجان تمام الحمد لله صوينا برضو فعالية جدا جميلة انبسطوا الناس فيها جبنا فريق من ألمانيا عمل أكروباتس على 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 الستيج عملنا 3D مابينج هذه تقنيات كانت يعني للساعة هدوبها داخل السوق بعد كده كان فيه حفلات غنائية كان فيه حفلات غنائية ولكنها طبعا very limited ولازم فيها يكون تصريح أنا ما عملت فأنت وش مسكت فيه في جدا غير يعني أكروباتس أسواق هي البروموشنز حقها الأسواق ألعاب أو رقصات شعبية يعني كانت هي هذه تمام ألعاب بحرية رقصات شعبية جاك عليها رسائل واتساب كثير هذه طبعا نقولها طال عمرك إن شاء الله في اللي هي انطلاقة الكبيرة اللي أنا أعتبرها عرفت الناس من هي بنشمارك اللي هو مهرجان جدة تاريخية أي الحمد لله بس أجل قبل ما نوصل له الحين أنت خلص منتج جدة اقتصادي دخلت على مهرجان جدة غير نعم طب في اللحظة هذه وش تعرف نفسك أنت شركة إيش أنا شركة فعاليات فعاليات فممكن اقتصادية ممكن ترفيهية أي أنكاتف فعالية معارض تمام يعني أنت برضو بدي أقول لك يعني اليوم نحنا فيه كان معارض في جدة أو في الرياض يسمونه هادي أنا احنا كنا نجلس نحفى علشان ناخد فيه دارة حشود اليوم والله ولله الحمد والمنا نضمنا معرض الكتاب أكبر من البيك فايف بتلاتة مرات البيك فايف وش كان عباراً اللي هو عن مواد البناء مواد بأي هو يعني معرض ملتي ناشنال يعني في العالم كله في دبي في عصر رقمي متغير باستمرار المواكبة هي أساس النجاح ولأننا رواد المستقبل الرقمي نوظف خبراتنا وقدراتنا لنمكن نبتكر نبدع في تبني أحدث التقنيات وتوفير الحلول بكفاءة وذكاء Solutions by STC ولما أرجع أبو أحمد للمرحلة هذيك بعد تقريباً أنت تتكلم الآن على حدود عشر سنوات أو أكثر من عشر سنوات وانت الشغال من 2003 إلى 2013-2014-2015 طبعاً الصحابي يضحكون علي ليش؟ يقولوا لي أنت خبل جالس تكافح في موضوع ما حيصير ما حيصير بس ندمو واحد فيهم قال لي لا والله أرد لي وعطيتك 100 ألف يوم أنزنك بس في العشر سنوات هذه أريد أن أعرف وش أهم التحديات اللي كانت تواجهك يعني شيء تقول أنت موجود في أي أحد يعمل ذاك القطاع ما كان موجود شيء يسمو ترخيص فعالية ما كان ما في فتروح تتحول مع الجمعية لا وزارة التجارة عندها لا وزارة الإعلام عندها الترخيص كان يطلع من من الحاكم الإداري للمنطقة فهذا تحدي تمام عشان تأخذ من الترخيص هذا من الحاكم الإداري يعني أنت لازم تروف على 14 إدارة حكومية عشان توافق و يعني طيب قطاع ما في ترخيص والفعالية ممكن تتقفل بزيارة موظف نعم وش اللي يصبرك 10 سنوات ليش سمرت شوف صراحة تبغى الحق ترى العمل هذا ممتع 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 لأنه أنت يعني أنا محمد قال السر حقه محمد قال قبل النوم أشيك تويتر وأشوف ردود تعليقات الناس على الفعاليات هذا بالنسبة لي التكهيف قبل ما نعم أيبا هذا هي هو ممتع هو ممتع أنك أنت أنك هو في تحديات كبيرة ونهايته سعيدة أنك أنت أولا حيكون العميل إذا ربنا وفقك وسويت فعالية ممتازة العميل حيكون مبسوط الناس مبسوطين وهذا حقول لك يا أنا إحنا الآن إن شاء الله لما ندخل في موضوع بعد الرؤية فهو ممتع وما يبغى له راس مال كبير ومردوده بالنسبة لي أنا مبسوط مدام أنا مبسوط وعيالي مبسوط حنجع المردودة حنجع المليارات اللي تصنعونها القطاع هذا حريك جاءت الرؤية 2016 أعلن عن رؤية سعودية عشرين ثلاثين وكانت مفاجأة الكثير من الناس أنهم يقرون سنهتم بقطاع الترفيه والثقافة وللعاهد في مقابلته مع ترك الدخيل يقول إحنا نفتقر أو نفتقد لخيارات الترفيه والثقافة اللي بتحسن جودة حياة الناس هذا الكلام 2016 نعم أنت لما سمعت الكلام هذا ولما شفته مكتوب في وثيقة رؤية سعودية عشرين ثلاثين وش الانطباع اللي جاك طبعا ما تتصور مدى الفرحة الكبيرة اللي اللي غمرتني أنا وتقريبا يمكن ناس كتير من المواطنين على موضوع مهرجان جد التاريخية لأنه هذا المهرجان هذا متى كان عم كم هذا؟ هذا المهرجان كان في 2014 آه قبل الرؤية لأنه نحن هذا المهرجان هذا حق الفرقة الشعبية هذا حق الفرقة الشعبية حق رصائل الحلوة اللي بعت فيها بليلة فمهرجان جد التاريخية هذا طبعا ولله الحمد أنا يعني أعتز فيه كتير جدا وأنا أشكر من قلبي صراحة اللي أعطاني الثقة تمام لعمل المهرجان هذا تمام يعني كان السمو الأمير خالد الفيصل لا يحفظه أو سمو الأمير مشعل بن ماجد محافظ جد بالإضافة إلى الغرفة التجارية وإلى أمانة مدينة جد يعني أولوني مهمة جدا مهمة جدا مهمة صراحة نشوف جدة تاريخية كانت أكيد أنت زرتها هي منطقة تاريخية فيها عزقة وشوارع وكانت تقريبا يعني صعب الدخول لها نحن قضينا أيام وليالي ونحن ننظفها طال عمرك من أشياء مرة كثير مرة كثير فوق ما تتصور يعني منطقة كان يعني لو تسمح لي أقول لك كانت كنت يمشي والفيران جنبك نشتغلنا نظفنا فيران نظفناها من المخالفين النظام الإقامة ألين قدرنا نحن لأنه اليوم تبغى تجيب الناس اللي ساكنين في شمال جدة والمدن المحيطة بجدة إلى منطقة جدة تاريخية والحمد لله تمكننا والله الحمد بأننا في النسخة الأولى لمهرجان جدة تاريخية اللي كانت عشر أيام إننا نحن دخلنا مليون زائر في شوارع ضيقة وهنا نحن نتعلمنا إدارة الحشود نحن وأنا وأبنائي العاملين معنا وكان على رأسهم الله يحفظ وابني محمد نحن من حظنا الجميل لما كنا نعملها مرتين نعمل في الشتاء عشر أيام ونعمل حاجة في رمضان والعيد كان اسمها رمضاننا كذا وعيدنا كذا فذيك الفترة كانت الحكومة متواجدة في جدة فكان ما في شيء يصير غيرنا فنحن ولله الحمد ولله الحمد جميع موظفين الدولة زارونا وأمراء المناطق لأنه كان برضو كان في ذيك الأيام اللي هو اجتماع أمراء المناطق فكان يروحوا وبعدين يجهون في زيارة وأختتهم المهرجان نمان بزيارة غالية جدا على نفسي هي زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المنطقة التاريخية لما كان وليه عهد لما كان وليه عهد يعني كان جدا سعيد صراحة وفي لي صورة أنا اعتز فيها جدا مع خادم الحرمين الشريفين ومع سمو سيدي كمان حتى كنا يعني باللبس الحجازي أنا وولدي الحمد لله تعلمنا من المهرجان هذه أشياء مرة كثيرة طبعا المهرجان هذا لا تعتقد أنه هو زي دي الأيام يعني ترى هذا كان هو بسط نبيع بليلة وأكل حجازي وكان يعني برضو كنا نجيب أزيار من مناطق المملكة كنا نجيب أكلات شعبية من 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 المناطق اللي هي على على ساحل البحر الأحمر لأنها تقريبا الأكل مشابه لبعضه وفرق شعبية وطبعا وبعدين جات الفكرة حقا تلستاندار بكوميدي شوا بس نحنا طبعا من أول مهرجان جدة تاريخية إلى نهايته ونحنا نستقبل أنا وابني والمسؤولين ناس يدعو علينا يعني إحنا جبنا الناس وصوينا اختلاط ويعني أنا شفت النار خلاص شفت جهنم قدامي من كتر ما دعوا علينا جزاهم الله خير تمام ما إن شاء الله ما شوينا شيء هي بيوت عوائل أهل جدة اللي هما طلعوا منها بس بيت جدهم موجود معروف بيت فلان بيت فلان أي فإذا الجد موجود تجد أن الجد بالأسرة داخلين علينا المهرجان وتعال شوف البكة والنواح من الجد والجدة والأب أو الأب إذا كان أبوه وأموه متوفين عملنا حراك اجتماعي جميل جميل جدا والحمد لله كما ذلك نحن في الفترة هذه تم تسجيل جدة تاريخية في اليونسكو وهذا يعني عمل أنا صراحة أسعدني جدا أني أنا كان لي جزء بسيط أنا وشركتي وأبنائي بأننا نحن تم تسجيل جدة تاريخية أنا سعيد جدا أنه جميع مسؤولين المملكة توجهوا أنا كانت سعادتي ما تتصور قد إيش يوم ما أعلن سمو سيدي بعمل إدارة جدة تاريخية لأني أنا حسيت نفسي أني أنا لي جزء أنا نظفت الشارع ذا أنا جبت الناس دول لفت نظر الناس كلهم للمنطقة دي وهذا يعني نعمة ربنا أكرمني فيها ولو بسأل أبو أحمد وش أكثر شيء استفدتوا بعد هالتجربة وش بيكون شوف صراحة أنت بغى الحق يعني عشان لا أقول لك أنه نحن ما شاء الله تبارك الله ناس مرة مطلعين ولكن هي دائما ولله الحمد الله بيكرمنا بالصدفة ترى مهرجان جدة تاريخية It's a street festival تعلمنا فيه أشياء مرة كثيرة أنه نحن جبنا الناس على شارع على منطقة ترى هي كلها على بعضها كيلو متر تمام دخلناهم تجربة زائر جدا جميلة الناس دخلوا وصلوا بأريحية لأنه صراحة أنت بغى الحق يعني اللجنة الأمنية كانت واقفة معانا واقفة جميلة يعني نحن كنا الناس بيجوا من شمال جدة عشان تدخل جدة تاريخية يعني مشوار تمام يعني كان فيه تسهيل كبير في وصول الزائر إلى المنطقة أن احنا رتبنا كل الأراضي الفاضية المحيطة بجدة تاريخية وسفلتناها وعملنا باركينج جبنا أكتر من 30 عربات غولف عشان ننقل الناس من المواقف إلى داخل المدينة التاريخية أتعلمنا كيف ندير حشود أن احنا ندخلهم ونخرجهم بدون أي مشكلة يعني كذلك نحنا تعلمنا كيف نصنع تجربة ترفيهية متكاملة في ديك الفترة أتت رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظ و يعني أنا أسمع قصة هذه صراحة أنا أقول الأمور طيبة ما كنا نحتاج يعني رؤية في قطاع الترفيه عشان نشتغل يعني قاعدين تضمون فعاليات وقاعدين يعني تسوون كل شيء بدون ما تحتاجون أن يكون فيه هيئة للترفيه ولا يكون فيه رؤية للترفيه وش اللي فرق معاكم أبدا ترى نحنا كنا نشتغل برضى الوالدين ما قلت لك ممكن يجيك واحد مراقب يوقفك يعني كانت تمشي لأمور تمام بتوفيق الله تمام وبمحاولتنا نحنا جاهدا لأن نحنا ما نخرج من القانون اللي ما هو موجود ترى ما كان فيه قانون ترى المراقب هذا اللي جاي يكتر القانون حق راسه كذا توقف يا بويا ليس ما كذا النظام طب وريني النظام ما عنده أنا أتذكر واحد من أقارب نظرته شوية مختلفة فكان يقول يعني ليش نحتاج هيئة ترفيه وقته كان هيئة ثقافة قبل ما تتأسس الوزارة كان يعني مستغرب يقول لي أخي مفترض من البلد في هذه الفترة فيه تحديات اقتصادية وفيه أولويات التعليم السكان البطار أشياء كثيرة وفي الناس وقت نسوي هيئة ترفيه وش القيمة يعني قبل ما نتكلم على إيش اللي اختلف تخلينا ناقش ليش البلد يحتاج هيئة ترفيه أنا بقتبس كلام لواحد اسمه عبد الرحمن الناصر في جولاي 2016 كتب مقالة يقول كانت مدن المملكة حتى نهاية الثمانينات تعيش حراكا فنيا رائعا وكان الجمهور السعودي يجد أمامه خيارات ترفيهية متنوعة تلبي احتياجاته لكن مع بداية التسعينات توقفت الأمور وآخر حفلة غنائية في الرياض مثلا في عام 1992 أما بقية المدن فمعد في حفلات في الأندية الرياضية واقتصر الحراك الغنائي على مهرجانين في مشرح المفتاحة في أبها وحفلات صيف جدة وحتى هلاثنين هلول يتوقفوا وهرب الفنانون السعوديون ومعهم جمهورهم إلى عواصم خليجية حملت بذكاء ضاية الحفلات وتخصصت في تنظيم أمسيات لفنانين سعوديين يحضرها جمهور سعودي في أراضي غير سعودية نعم فهذا المشهد هذا المشهد أشكره أنا أعتبر شاهد على هذا الشيء أنا من موليد أحد الملك فيصل أقول لعمري أو لباس يعني لست شباب ما شاء الله لك أنا من موليد 1961 فأنا شاهد أنا شفت كل شيء يعني أنا شفت لما كان في جدة سينما وشفت حفلات كان تراك نحن كل عيد كان كل عمدة أو الأمارة كانت تطلب من العمد من العمد إنهم هما يعملوا حاجة اسمها البرزة اللي هي يعملوا مكان مخصص في مدخل الحي يجوا الناس يعيدوا على بعض وفي الليل يكون فيه فيه غنى هذا حضرنا نحن وحضرت يوم ما إنك أنت ما تقدر يعني ما تقدر تسوي رقصة شعبية ممنوع وحضرت العهد الجميل هذا اللي أنا فيه الآن وليش هذا الأشياء تعتبر مهمة يعني بعض الناس يعتبرونها مبقى ولوية ما يخالف بغض النظر عن النظرة الفكرية في الموضوع خلونا نقول حتى لو هي جيدة مبلأة خلونا نخلص التعليم الصحة السكن الوظائف بعدين نفكر ترفيه وثقافة ثق تماما أنا في وجهة نظري ومو لأني أنا أعتبر مستفيد من هذا القطاع لا بس أنا الآن بالذات هتكلم كمواطن اليوم بدي أنا أسألك سؤال اليوم أنت ولله الحمد أخوك الصغير بيروح المدرسة يتعلم ليش لأنه مرتاح نفسيا ترى نحن كنا نروح المدرسة غصبا علينا لأنه ملل اليوم قطاع الترفيه غير الكلشهر بالكامل اليوم نحن ولله الحمد تمام الناس مبتسمة ترى كنت لما أنت طالع فوق أحد يقول لك كيش بك أنت تعرفني لما أنت سلم عليه يقول لك ليش سلمت عليها اليوم الناس بيبتسموا البعض اليوم بتمشي في الشارع ما بتشوف مشاكل ما بتشوف أحد بتخانك مع واحد علشان واحد طالع فيه هذه نظرة وردية هذه نظرة مرة وردية في ناس يمكنني يقول لك لا لسه في مشاكل لسه في ناس تكره المدرسة لسه يعني والله أنا أعتقد في ريرير لأنه أنا ما شاء الله تبارك الله شايفكم غزيته جميع القطاعات أنتوا الشباب وهذا الشي نتيجة إيش أنكم تعلمتم كويش ترى أنا اليوم أنا في شركتي ترى ما عندي محسوبية في أني أوظف أحد إذا ما يكون كفوا ومتعلم والله ما شغلوا واليوم ما شاء الله تبارك الله اليوم يعني الناس اللي رجعوا من البعثات ممكن أكثر من 200-300 ألف طالب وطالبة ترى هم اللي اليوم بيشغلوا البلد ما شاء الله كان عندنا حلقة مع رئيس برنامج رئيس تنفيذي لبرنامج جود الحياة نعم وكان يعني يحكي عن مفهوم جود الحياة بأنه وتأثيره الأساسي هو فيه تأثير اقتصادي أنك أنت تخلق قطاعات جديدة ما هي موجودة فهذه القطاعات تسوي شركات فهذه الشركات تسوي وظائف وتسوي مشتريات محلية وكل الأثر الاقتصادي وفيه أثر صحي نعم الناس يعني جزء من جود الحياة الفعاليات الرياضية الناس تطلع تمشي في جدة تليخية لما يطلع ويمشي غير لما يكون قاعد في المطعم يأكل مثلا لأن الترفيه سابقا هو عبارة عن مطاعم مطاعم داخل غروة ايه ومغلقة صحيح ومغلقة عما أقعد في البيت أحسنت أحسنت ففيه أثر صحي على صحة الإنسان وفيه أثر على موضوع السعادة لما الإنسان بعد يوم عمل طويل يروح يغير المود بأنه يمارس هواية ولا يحضر لعرض ممتع هذه كلها جدد يعني نظرته لليوم حقه بدلا ما هو يكون يوم روتيني مليان عمل ففيه هذه كل المكاسب بس أنا ودي أسمع منكم أبو أحمد على طيب بعد ما تأسست الهيئة في 2016 نعم وش اللي اختلف عليك أنت اليوم كواحد من الشغالين في القطاع من يعني في يوم تأسست هيئة الترفيه من حسن حظي ما زال كان موجود موضوع مهريان جدد تاريخية هنا اختلف 180 درجة وش فرق؟ أول شي أول شي أني أنا ما رحت راجعت 14 دائرة حكومية أنا تقدمت لهيئة الترفيه تمام بحكم أنه كان يعني يعني زاروني الناس اللي سووا استراتيجية هياة الترفيه فكان بالنسبة لهم هذا أول ستريت فستيفل تسوي هياة الترفيه تمام فيعني فمعرفينك شايفين عرفين أني وطلبوني قالوني إحنا نعمل مهرجان بس يعني تم تغييره تمام وكان سمي قالوني شوف لك اسم تمام فسمينا نحن ديك الأيام مهرجان أتاريك اللي جمع تريك أول شي صراحة موضوع التصريح تقدمنا فأول فرق لاحظت بدنا تراجع 14 جهة جهة واحدة واحد خطاب قلت أنا أبغى أسوي مهرجان جدة تاريخية أتاريخ يوم كده جاني برقيات من هيئة الترفيق للجنة الأمنية تمام ما رح ما رح لا شفتهم ولا شافوني كلهم كلموني بتليفون ترى وصلتنا البرقية الموضوع منتهي هذا أول فرق تغير موضوع صار في عندنا مسرح طلع أحد غنى موضوع أنه هو فصل المجتمع رجال النساء ما كان في أشياء كتير تغيرت كتير تغيرت بالضبط في خلال ستة شهور وهذا اللي فات كله يعني الفرق أني أنا سويت مهرجان جدة تاريخية يمكن أقل من سنة كان دا كده ودا كده نسخل قبل الهيئة ونسخل بعد الهيئة نعم وجاك جاك دعم نعم جاك دعم كان أول دعم نتلقى هذا اللي بعد إنشاء الهيئة بعد إنشاء الهيئة نعم وكيف أثر الدعم هذا في حجم ونوعية خلاني أدخل في تقنيات أكتر مثل يعني عملنا دوم وعملنا بروجيكشن على الدوم كان هذا أول دوم يصير في السعودية قبة قبة تمام وسوينا عليها بروجيكشن عملنا بروجيكشن على جميع البيوت التاريخية يعني عطاني دعم أكتر إني أنا أستقطب أشياء يعني ما كنت أقدر أجيبها من أول جبت فرق من برة مختصة في موضوع الستريت فاستيفل وسويت حفلة غنائية هناك وقتها مش حفلة غنائية بس أنا يعني قدرت أجيب الفنانين اللي هما يغنوا المش الشعبين اللي هما يعني الصغار لسه ما دخلنا في موضوع الحفلات الغنائية فقتها عجل هذول كانوا جايين في القبة يعني لا في القبة كان عروض ضوئية بتتكلم عروض ضوئية بتتكلم عن تاريخ جدة من أيام الفاطمية عجل فنانين هذول وش سووا الفنانين دول كان عملنا مسرح زي القارب وكننا نجيب فنانين صغار عشان يغنوا الغنى الحجازي أي يلا ثلاثة وون يا هلا والله أنا خاذق أحطاني وأنا عبيد الله ليسي بدأنا معكم مرتدة البودكاست الرياضي اللي حلل أهم أحداث الكرة السعودية كسبنا من خلال ثقاتكم وتفاعلكم والمركز الأول في كل حلقة والشي خلانا نطمح بنا نتقدم خطوة المنديال هو أكبر موسم درامي من يوم من ولدت الكرة قبل 150 سنة بدأت فيه مسيرة هونالدو وريبري وأوزيل وانتهت فيه بنهاية درامية ومأساوية مسيرة لاعب عظيم مثل زينتين زيدان عشان كذا قررنا ناخذ خطوها جديدة ونكون معكم صوتاً وصورة في مونديال 2022 الحدث النادر في كل شيء تقريباً هذه أول مرة يقام في بلاد عربية هذه أيضاً أول مرة يقام بتوقيتنا الشتوي والأهم من ذلك أن هذا المنديال هو بمثابة الرقص الأخيرة للاعبين عظيمين جداً بقيمة كريستيان ورونالدو وليونيا المسي راح نحلل معاكم أفكار مدربين ونقف فيه على كل جملة ورسم تكتيك ونقف بشكل أكبر مع منتخبنا الوطني اللي بيشارك للمرة السادسة وحنستمتع كلنا جميعاً بأجواء مونديال 2022 بطريقتنا اللي تحودتم عليها وحبيتوها كوب كهوة وسواليف بتحليل الدقيق وأرقام مستدلبة تابعونا في بودكاست مرسدة على قناة الثمانية في منصات البودكاست واليوتيوب في 2017 سويت أول حفلة موسيقية للعوائل نعم صح؟ وهذه ثقة أنا يعني اللي عمر خيرت اللي عمر خيرت يعني ثقة صراحة يعني أنا سعيد فيها جداً وفخور فيها بإني أنا رئيس الهيئة تمام يعني الفكرة جات مننا ف يعني نحن رئيس الهيئة اللي زكي الموضوع شوية حساس انت حتقعد الناس على طاولة واحدة عائلتين مع بعض حتقدر تقدم هذه الخدمة بشكل إن شاء الله ما يسيء إلى سمعة بلدنا قلت له يعني إن شاء الله ببتفيق الله نحن بإذن الله حنقدر طلبنا الترخيص حق الموسيقى عمر خيرت وكانت أول مرة السعودي هو وزوجته يقعد مع شخص ما يعرفه على طاولة أول مرة أول مرة هذا الفينس سبعة عشر الفينس سبعة عشر والحمد لله بعته تذاكر بيعنا تذاكر بالكامل مع أنه كانت بعيدة في كيك كانت في كيك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية انبعت بالكامل انبعت بالكامل والناس يعني خاضوا تجربة جميلة جدا كانوا يعني يسووها برا المملكة في حياتهم ما سووها يعني أنا صراحة تقصدت أني أنا أوقف على الباب عشان أشوف الناس وهم طالعين وأشوف مدى سعادتهم ما في أحد ما قال لي شكرا هو طالع ومبتسم كان يعني هذا الجانب المشرق طيب هل كان في تحدي هل كان في مشكلة في تنظيم التحدي الوحيد إنه مو أنا كيف أسعد الزائر ما كان فيه عندي أي تحدي طيب والبيانو البيانو البيانو عاد مو أنا اللي أكلتها مسكين محمد ولدي اللي أكلها يعني نحن ما تصورنا إنه البيانو بهذا الحجم ما جاف بالنا تصور الطيارة الوحيدة اللي دخلت البيانو ترى 380 كان الباب حقه ممكن يدخل فيه البيانو يعني يعني مرينا بناية مير يعني لأنه البيانو وصل طيب عمرك قبل الحفلة يمكن بساعات يا رجل إيه والله العظيم يعني ما تتصور قد إيش عمرك خيرات بدون البيانو ما انتهى الحفل ونحن قدنا ونحن قدنا ونحن قدنا ونحن قدنا وتعرف أمام أمام اللي هو الداعم هي الثر فيه أمام الراعي اللي هو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرعاء الآخرين الناس خلاص دفعوا فلوس ومدامنا تكلمنا على موضوع الهيئة برضو هذه الفعالية كانت مدعومة آه نعم وش طبيعة الدعم هل هم يقولون لك خذ المبلغ هذا ورجع لنا ولا خذها مقابلة خفض التذاكر ولا وش الفكرة لا هو شوف في الأول كان الدعم أنك انت تعمل فعالية بدون مردود للهيئة بدون مردود لأنه كان الدعم مش كبير كانوا مقاولات نفذ للفعالية اللي هو يعني الدعم اللي هو يخليك أنك انت تعمل الفعالية بدون ما تروح تجري ورا رعاة وأشياء زي كده لأنه انت ترى فعالية بدون نعم الرائع أو بدون خاصة الترفيهية ترى يعني مشكوك في ربحيتها يعني دعمهم يغطي كل تكليفك لا طبعا خمسين في المية لا تقريبا ثلاثين في المية من الفعالية هذا الدعم والسبعين تدافع عندك اللي هو تذاكر دراستك مضبوطة للموضوع ده ترى احتمال كبير لأنك انت تتاكلها طب انت هنا تقول sold out بعتها كلها كم تربح فيها يعني تعرف ربحنا مية في المية انت قطاع الناس تشوفوا قطاع ترى وردي ها هي كانت تشوفهم ملايين لا يعني أنا أحمد الله ترى يعني ترى الصيد غير احنا من صيد فقر يعني الناز اعتقدوا بالفعل اللي احنا جالسين يعني نكسب ملايين ترى ترى ثق تماما الفعالية الناجحة اللي على مستوى راقي يليق بمكانة المملكة العربية السعودية أنا أتحدى أنها تربح 12% أتحدى ما تربح 12% لا يمكن لا يمكن أولا أحب أقول لك يعني ما في بنية تحتية الآيبيز نفسه الريالتي الآيبيز غالي غالي نعم يعني اليوم عمر خيرت عشان أنا أجيبه ما هي بيجيبه بفلوس قليلة وبأتنسى أنه نحن نحن يعني الحمد لله ولله الحمد نحن الجمهور ترى نحن الجمهور العربي نحن معروف من أيام ما كنت أشتغل في الأزياء نحن اليوم السعودين السعودين نعم أنا يعني كنت أتقابل مع نفس مصمم الأزياء طبعا أنت عارف أنه أقلب الأزياء بعضها تصنع في تركيا بعضها تصنع في الهند بعضها تصنع في المغرب تمام ففي لوتشانو بنتون ذيك الأيام كان في عنده مصنع في مصر تخيل أنه كل الخليج يأخذ من مصنع مصر السعودية ما تأخذ إلا من إيطاليا لأنه نحن دي بيجي سبندل ولو أخذنا مثال هذه الحفلة كم حققت فيها حققنا تقريبا عشرة في المحا وكنا مبسوطين وسعيدين لأنه حققنا الهدف الأكبر طيب وردة الفعل المجتمعية ما هو هذا اللي نحن استفدناه هل حسيت الأصلاة نحن هادة من إسباننا كان ملايين الريالات اللي نزعجوا أكثر ولا اللي نبسطة أكثر لا في ناس ما حبوا أن تخلوا الناس مختلطين والله يشوف يعني يوم ما سوينا الحفلة هذه كان فيه تغيير كبير ولله الحمد في المفهوم عند الناس خلاص الناس بدوا يعيشوا الحياة الطبيعية بدأ الحمد لله أنه يقعد في المطاعم بدون أي ريستريكشن بدون ما فجأة يلاقي فيه حاجة صارت تمام وتنكد عليه وخصر فلوسه لا يعني شوف ترى قطاع الترفيه غير كثير في نفوس الناس الترفيه ترى حاجة مرة أساسية أنا والله العليا العظيم أنا كمواطن سعودي أنا جدا سعيد بدي يصير في الترفيه لأنه غير غير فكرنا غير الفكر تماما صار الواحد يعني يغير فكر يغير سياسته في حتى السفر أنا اليوم والله يا عمر أنا اليوم أستغرب أن الناس تسافر ليس يعني هموسم الرياضة تروح تسافر ليس ليس ولا هموسم جدا أنت بتسافر علشان إيش عشان مطاعم طيب ما جبنا لك المطاعم عشان حفلات موسيقية نحن جبنا لك كل الناس في العالم إن كان انترناشنال وإن كان عرب وإن كان خليجيين في على طاري الحفلات الغنائية برضو أنتم سويتوا أول حفلة غنائية مختلطة نعم عمر خيرت أول حفلة موسيقية نعم أول حفلة غنائية جماهيرية جماهيرية نعم كانت حفلة تامر حسني نعم إيش كان مكتوف التذكرة شوف هذه الكلمة صراحة مرة كنت قاعد في المكتب جاني محمد قل لي أنا وأتفرج على هلا فبراير نحن معروفين أنه أهل الكويت أهل وناسا وبسط قل لي أنا ما أشوف أحد يتحرك في الحفل فقلت له والله صحيح وقام قال لي إيش رايك خلينا نبحث ليش فاتصدنا بأخوان أصدقاء لنا في الكويت لقينا أنه الترخيص في الكويت ممنوع الرقص في قلت له طيب لحظة خلينا نشوف إيش الترخيص في الأمارات لقينا في الأمارات الترخيص يمنع الرقص بالزي الوطني قال لي إيش رايك نحنا خلينا نكتوب ممنوع الرقص والتمائل فأقول هذه كانت ربا ضارة النافعة عملت لنا فاير باك مرة كبير وبدأنا ننزل على وسائل الإعلام تمام وصارت معايا مقابلات تلفزيونية علشان الموضوع دا يعني كان احتياطا لأنه بس يعني ليش ليش تبقى تسويها طب سويا حفلة تام الحسني للشباب لأنه خلاص نحن اليوم داخلين على قطاع الترفيح يعني نحن اليوم داخلين على النقلة اللي هي النقلة الطبيعية عشان نصير نصير ناس طبيعيين زي أنا زي مكان آخر عشان لا يجيك فرضا واحد يقول لك لا والله ما في حين أنا زوجي هنا وانا هنا لأنه هنا كانت نساء رجالي نحن خلطناهم مع بعض فالحمد لله هذا خلانا بالفعل نعمل sold out in 45 minutes 45 minutes لدرجة الفنان ما صدق ما صدق إنه نحن في 45 دقيقة sold out بدون ما فيه دي كلام لا فيه سوك سو دا ولا فيه الكلام دا وهذه حفلة مدعومة ترفيه كانت كانت مدعومة مدعومة يعني بميزانية أقل عشان يجربوا تمام بس كان فيها رعاة وكان فيه يعني شباك كان كبير لأنه تقريبا 5000 شخص 5000 شخص نعم في 45 دقيقة في 45 دقيقة بتصري كورد موجودة على المنصة تمام حق وكيف كان سلوك الناس هل شفته والرقص والتمايل لا والله والله ترى أقسم بالله نحن شعب فاضل كبير أرقى مما يعني يظن بنا والله نعم والله نعم أنا أفتخر بس برضو أنت كان عندكم إجراءات معينة أنتوا سويتوا خطة نحن عملنا خطة سويت حركة حطيت لكم كم ممثل لا أبدا نحن طال عمرك يعني نحن يعني بحكم خبرتنا الكبيرة في إدارة الحشود تمام يعني نحن في كل زون كان في منظمين كفاية تمام أولا نحن وسويته نموذج أنتوا خليت واحد مثلا يمثل أنه يتمايل وخليت المنظمين طلعونه عشان يحط نمو يعني مثال للآخرين صراحة يعني في كل زون عملنا الحركة هذه على أساس أنه حتى الواحد لو فكر يعني يعرف أنه في جدية في عدم تقبل فلا نحن يعني دائما لا الحمد في المدرج نحاول قد ما نقدر أنه نحن نخلي مساحة في الحركة عشان نحن دائما نفضل أنه يكون فيه ترقيم على الكراسي عشان لا يصير فيه فوضى في كم فرست هذا الشي مرة فهذا الشي يساعدنا على أن نحن تنظيم الحركة داخل المدرج مش في منطقة البي اي بي أبو أحمد طيب بعد الحفلة هذه والنجاح ويش اللي صار صراحة يعني هذه هذه كلمة شكرا لأبنائي وبناتي اللي أداروا الحفلة هذه لأنه نحن حققنا نجاح مرة كبير تمام ما صار ممارسات ما صار في أي سلوك أبدا لله الحمد يعني الناس والله يا أخي أكسم بالله إنه المواطن السعودي وجهه ترى يمسي ما هو عني يعني نحن التمثيلية اللي عملناها هذه يعني كانت ضيع وقت بالنسبة لنا لأنه الناس ما تحركوا صراحة فالحمد لله نحن تعلمنا منها وأثبتنا ولله الحمد وعدتوها السنة المشرع تمام إنه الحمد لله إن اليوم ترى تقدر تعمل حفلات تمام ما فيها رجال ونساء والحمد لله تكررت بعدين السنة اللي بعدها 2019 وهذه طبعا أعتبرها هي يعني زي ما تقول دريل بوزيشنينج أوف بنشمارك إعادة التموضع النجومية بديت النجومية أيوة وكذا تبغاها بالبلدي اللي هي الصاروخ اللي طلعنا الحمد لله إلى سابع سنة إيش صار؟ كررنا الحفلة مع نفس الفنان وكانت يعني يمكن كمان يمكن في زيادة في الأعداد أكثر من السنة اللي قبلها وكانت حفل مرة ناجح وعملنا فيها فاير ويركس كمان إضافة فخلصنا الحفلة ومبسوطين وسعيدين رحنا رحنا ننام أنا والشباب ومحمد والذي فجأة جواهل أتعبان مرهق مرهق يعني ترى أنا ترى أنا أحب أشتغل يعني أنا ما يعني خلاص عندي أولادي أني أنا أقعد أسوي فيها كبير لا أنا أحب أقعد فجأة الجوال بتفجر حق تمام ما في حيل أرد بعدين جات جات أنا رنت واتساب واتساب يعني فيه مسيج فكيت المسيج واحد رسلي تغريدة أعتز فيها جدا جدا لأنه هذه كانت بالنسبة لي هي هذه أكبر ربح للحفلة وأكبر ربح صوته بانشمارك هي تغريدة معالي المستشار تركي على الشيخ الله يحفوه يعني كتب فيها كلام أثلج صدري لما قال هذه هي الحفلة بيد هذه الحفلة بشركة وطنية سعودية بأياد وطنية أشكر الأخ زكي حسنين وابن محمد والسعودي مبدع في في أي مجال يعني قبلها ما كان في أي تواصل مع مع معالي المستشار لا والله نعم فبعد طبعا أنا قمت اتصلت على محمد قمت له مارد علي قمت اتصلت على مرات وقلت له ما قايت لي محمد مغمى عليه وقلت لها صحي خليه يشوف أنا قفت التلفون من هنا لقيت محمد عندي في الغرفة نعم يعني تعرف هذا أنه أنت معالي المستشار الوزير المسؤول وما تعرفوا تمام ولا أحد من طريقي ممكن يوصلني له إنه يتشكر مني كده هذا يعني شهادة عتز فيها جدا قاعدنا ما طار النوم منه والله العظيم شفجأ بعد كده شوية جانا تلفون تمام كان على الخط معالي المستشار شكرنا وقال أنا بر المملكة إن شاء الله أوصل الرياض وبأشوفكم بالفعل يعني كان عند وعده وصل الرياض بعدها بشهر تقريبا اتصلوا وبنا الهيئة الترفيه رحنا قابلنا معه في مكتبه وشكرنا وأثنى علينا ووعدنا وعد كبير بأنه هو يكون داعم كبير لنا في قطاع الحفلات الغنائية ووعدنا إنه نحن نصل إلى العالمية وصراحة يعني أشكره بالفعل أنا يعني ما وصلت العالمية بس تراني مني بعيد عنها بفضل دعمه وثقته الكبيرة وبدعم في برنامج جود الحياة مكتوب أنه لا يزال قطاع الترفيه متأخرا كثيرا عن مقيس المعيارية العالمية فهناك على سبيل المثال سبع فعاليات فقط لكل مليون مواطن بالإضافة إلى أن السعودية لا تنترك سوى خمسة أماكن مخصصة للترفيه لكل مليون مواطن أي نصف ما هو متوفر في المملكة المتحدة حين عندنا شح في البولية اليوم في شح مرة كبير في موضوع البنية التحتية البلد يحتاج أماكن ترفيهية ثابتة وهذا اللي الآن بتعمل عليه شركة صلة الآن الشيء يعني اليوم يعني تخيل اليوم أنا بالنسبة لي بوليفورد الرياض هذا يعني هذا مكان حيعيش طول العمر سهل علينا أمور مرة كثيرة نحن أخذنا قطعة أرض بنين عليها مسرح دائم تمام سرنا بالنسبة لنا الحفلة اللي كنا نشيل همها شهر عشان نسويها سرنا نسويها ثاني يوم نطلب مننا نسوي حفلة بكرة نسوي حفلة بكرة لأنه مسرحنا جاهز مدرجنا موجود كنبنا موجود ستيجنا موجود الإضاءتنا موجودة البنية التحتية هذا شي مهم جدا اليوم بلدنا كبيرة ومترامية الأطراف تمام نحن محتاجين إذا نحن نكمل في موضوع الحفلات الغنائية نحن محتاجين مدينة زي الرياض محتاجة لأربع مسارح خمسة مسارح ليش ما سوها قطعة خاص إذا هي مجدية ومربحة ليش ما سوها سرى عادة المسارح والأوبرا ما تعملها الحكومة ما هي مجدية لا لأنه تكلفتها جدا عالية يعني الأوبرا يشوفها في العالم كلها بنتها الدول حكومة ومدامك شبطاني صلة اليوم يعني نبغى إجابة مهم دولة مسية أبو أحمد صدقا الناس تقول أنه صندوق إسمارات العامة هو أكبر منافس في قطاع الترفيه والفعاليات عنده ريتشارد آتيس في تنظيم المؤتمرات هو اللي نظم الـ FII سنويا أهم حدث يعني اقتصادي في البلد وشركة صلة اللي هي تاخذ كل الفعاليات في البلد وبعدين تروح تقسمها على الآخرين تحس هذا مشهد صحي لقطاع الترفيه تبغاها بصراحة أي ومن قلبي أي الحمد لله على نعمة صلة كلام قوي هذا جدا وأقوله من القلب بدون أي مجاملة ليش وأنتم تعتبروهم أنه هما شركة منافسة ليا صح لا هما شركة سهلت علي أمور مرة كثير كيف اليوم شركة زي شركة صلة تمام شركة دعمتها دعمها صندوق الاستثمارات العامة يعني معناته إنه هو صار عنده راس مال كبير لخدمة القطاع لأنه سموه سيدي قال إنه شركات البي آي اف تمكن القطاع تمكن القطاع صح تقود القطاعات تقود القطاعات تمام اليوم صلة في الترفيه اليوم سامي في الصناعات العسلية نعم روشن في التطوير العقاري وهذا كله يعني في صالح البلد وفي صالح المواطن اليوم دخول صلة في صندوق الاستثمارات العامة برأس المال الكبير عمل من صلة شركة قد كد كد كبرى موجود فيها كل شي خبرات على الأرض خبرات داخل المكاتب عشان تفكر وتعمل تعمل لنا مواسم سعودية تمام وتعمل الماستر بلان لكل موسم هذا بيساعد كتير ما في شركة أو قطاع خاص ممكن إنه هو يعمل هذا الشيء ولما يعني نتكلم على قطاعة الترفيه أنا أذكر صوت مع واحد من الشباب قبل حلقة نعم كلمت واحد عنده شركة صغيرة لتنظيم الفعاليات قلت له وش أكثر شيء أنت مبسوط منه وش أكثر شيء أنت زعلان منه نعم قال لي أكثر شيء مبسوط منه أنه عندنا قطاع قاعد يكبر يكبر بشكل ما كنا نحلم فيه نعم فهذا يخلق فرص للجميع نعم قلت له إيش اللي يمزع لك قال لي مزعلني أنه هذا القطاع اللي يكبر بس للكبار بمعنى مهما أحاول على مركز الفعاليات أخذ مناقصات ما فيه المناقصات تنزل على صلة بنشمارك روتانا الكبار هذولي والكبار هم يرجعوا يعطونا شوية من الكعكة إذا راضين عننا أو إذا مراضين حسبوها لحالهم طيب أنا كنت صغير كيف كبرت؟ كبرت بالطموح وبالعمل وبالاجتهاد وبتوفيق الله سبحانه وتعالى فيش تقول لهذا الشخص أقول لهذا الشخص أبدا أنا اليوم يا سيدي الفاضل يعني أقول لك إياها من يوم ما توصل تقبلك اليوم بس تحت شرافي اللي تدخلك الباركينج شركة شركات تبعك هذه؟ لا لا ما يتبعي هذه شركات وطنية سعودية أنا بتعامل معها اليوم ترى المعلوميتك أنا دوري مرة صار بروجيكت مانيجر حقا اليوم نحنا اللي يجيب لنا الأكل شركة اللي يجيب لنا الموية شركة اللي اللي بيأخذ منه اللايتس والساون والسكرين شركة بس ليش الأخاني ما فيها اللي شركتين؟ بينش مارك وروتانا ما يسوي حفنات إلا أثنين هذولي يعني هذا بالنسبة لأنه اليوم نحنا امتلكنا خبرة مرة كبيرة لأنه روتانا هي يعني صاحبة السب روتانا هي اللي استثمرت كل جهودها ما قابل لها بعد تمام؟ ونحنا الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا كسبنا الثقة من هيئة الترفيه فصار في عندنا ولله الحمد تجربة جدا جميلة وموثوق فيها بس هذا ما هو ما هو صحب مو حقيقي اليوم يعني اليوم أنت في مطاعم في حفلات غنائية اليوم أي شركة عندها الكفاءة والملاءة أنها هي تعمل بتاخد ترخيص من قال ما ياخد ترخيص؟ ولو بنتكلم عشان أقفل بس المحور هذا ونروح لمحورنا الأخير لو بقفل وقول اذكر لي تشريع واحد الآن أنت تنتظره أو تنظيم واذكر لي بنية تحتية أو مرفق أنت تنتظره الآن اليوم كواحد من قادة القطاع هذا قل لي لسه ينقصنا هذا التشريع أو التنظيم ولسه ينقصنا هذا المبنى أو هذا البنية التحتية التشريع ما أعتقد منتظرين ولأنه موجود خلاص كل التنظيمات تحتاجونها موجودة ما في ونه شيء تماما وماشاء الله تبارك الله يعني المجلس الاقتصادي بيسبقنا في كل شيء فالتنظيمات اكتملت في القطاع نعم تماما ايش البنية التحتية التي تنتظرها البنية التحتية الحمد لله اليوم لو تشاهد في مشاريع كبيرة ترفيهية تمام بتعملها شركة صلة وبتعملها الدولة تمام اليوم الهيات الملكية ولله الحمد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة إن كان في شمال المملكة وفي جنوبها وفي وسطها وفي غربها وفي الشرقها هذه حتعمل يعني في جزء كبير منها لقطاع الترفيه أنا متأكد لأنه قطاع الترفيه هو أنا أعتقد دراع قوي لبناء الاقتصاد لأنه كل حاجة حول لو نبغى نسوي سياحة داخلية لو نبغى نجيب سياحة خارجية لازم يكون فيه يكون قطاع الترفيه موثوق فيه عشان أنا أجيك يعني أنا أجيك من فرنسا ومن لندن ومن هنا ومن هنا لازم يكون فيه فيه حاجة تجيبني أي نعم نحن الحمد لله في عندنا ثروة كبيرة في الآثار تمام ما يمتلكها ولا أحد في دول الجوار إلا يمكن مصر نقدر نقول فهذا جذب مرة كبيرة اليوم نحن عندنا شواطئ ولله الحمد أجمل من أجمل الشواطئ والحمد لله الدولة بتقيم مشروع البحر الأحمر وأمالة عندنا بالنسبة للعلى اليوم مشروع ضخم العلى اليوم هيكون فيه عندنا استقطاب سياحي للمحبين الأثار بشكل مطبيعي اليوم عندنا أثار في كل محل فيما تروح في أثار فجأة أنا كأني كنت نايم وصحيد هذا عندنا نعمة نعمة نحن في نعمة الله إن شاء الله يديمها علينا ويبعد عننا الحساد بنتقل بجموعة مناسة للأصدقاء أبو أحمد اللي ما هي بغريبة عليك متعود عليها ومثل موضوع أسعار التذاكر يعني واحد كاتب يقول خلينا نقل بالضبط تغريدته فهذا يقول عرض للأطفال وأقل تذكرة ب350 ريال عيب على صناعة الترفيه عندنا هذا يتكلم على حفل أميرات ديزني هل تبعكم صح؟ أنتم اضمتوه نعم من الفعاليات المصاحبة المعرض الكتاب الطفل ب350 معقول أبو أحمد ترى يجعب لك ديزني أنا وإذا ديزني يعني عشان أجيب لك ديزني من آخر الدنيا كم حقدر يجيبه ترى أنت عشان تروح يوري ديزني يبغى لك تكلفة قديك كبرى يعني الحمد لله نحنا جيبنا لك ديزني هنا أو لا فالهوامش بالنسبة لكم هنا ما زالت نفسي تحكي عن أنت العشرة في المئة والخمسة في المئة ذق تماما اليوم ما أقدر أكزي ترى وراءنا وراءنا مصلحة زكاة وراءنا ما تصدقني ترى يا رب عشرة في المئة النقطة ثانية أبو أحمد موضوع الدخول للقطاع اليوم الشركات الناشية لو في واحد يعني توصيتك على قطاع اليوم صار فيه كبار ما أخذين مواقعهم كيف أنا أقدر أدخل وشارك في القطاع هل أنت شايف فجوات معينة هل شايف فرص معينة تقول الشباب ركزوا هنا اغتنموا الفرص هذه كيف أوصل للحظة اللي اليوم يكون زي زي بنشمارك وآخر نفس الماركت شير أو الحصة السوقية اللي اليوم عندكم والله يشوف صراحة أنا يعني نصيحتي للشباب أنه القطاع هذا واعد تمام ولكن أنت حاول أنك أنك أنت تشوف الثغرة الصحيحة اللي أنت تجد نفسك فيها لديك الخبرة أنك تكبر فيها وادخل من خلالها اليوم أنت شايف نفسك فرضا في كتابة المحتوى يا أخي ركز في كتابة المحتوى وخلاص وخليك على جزء أكبر تمام أنت شايف نفسك أنك أنت مبدع في موضوع إدارة الحشود تخصص في هذا المجال تمام إلى أن تكبر وبعدين ممكن تعمل حفلة خاصة فيك أو خاصة فيك وتبيع التذاكر وتبيع التذاكر وخلاص يعني تحس نفسك أنك أنت شركة بتنظم فعاليات ترى يعني قصة حياتي قلت لك إياها يعني بدأنا من فين وصلنا إلى فين يعني نحن ما نحن وليدي لحظة واحد يعني مسوي لكم منشن أو يعني مسوي لكم رد في نوفمبر 2021 أنا واحدة من حفلات موسم الرياض يقول تنظيم سيء بشكل غير طبيعي هذا وإنشاري تذكره في آي بي لو شاركت العادية أجلوش بيسمون فيني عشان برضو نكون منصفين في ناس كتير أثنوا على تجربة معرض الكتاب آخر نسخة بس عموما تجربة العميل عندنا في السعودية لا تزال مأساوية أنا أتحدى هذه التقريدة علينا عليكم والله أعطيك اسمه هشام العيسى يعني الله يسامح 25 نوفمبر 2021 أنا أقولها صراحة وأنا واثق من نفسي أقول الله يسامحه ليش لأنه أقولك حاجة ترى أنا تمام وأعوذ بالله من كلمة أنا تمام أنا ترى رئيس مجلس إدارة أنا إنسان عمري 61 سنة ترى تلاقيني واقف على الباب بأنظم أنا وولدي وجميع العاملين ترى نحن لمعلوميتك أنا وعلمت ولدي يعني نحن لازم نقعد نلف على كل المدرجات عشان نشوف إيش في مشكلة عشان نحلها أنا كل ساعة أو كل نص ساعة لازم تلاقيني بالوف وأشوف وأطالع هذا جهد رائع بس لا يعني إنه بالضرورة ينتج تجربة مميزة أنا مثلا أخذ زيارة مع الفتاب صعب أدخل لا لا أقولك ياه وبتحدي أيها من يوم ما تدخل أرض بنشمارك أنت بإذن الله عندك تجربة تمام سعيدة وأنا أحرص على هذا الشيء وأنا صدقني أنا يعني الصغيرة تزعيني أنا أي شيء يجي صغير بالنسبة لي كبير بس أبو أحمد وش اللي يعني يعني خلني أعطيك أنا تجربة الشخصية أنا آخر نسخة معظ كتاب كنت أحد الضيوف المتحدثية ممتاز هذا أنا متحدث وهمني جدا رأيك ضيف متحدث إيه اللي تواصلهم معاي المنظمين وأعتقد أنهم من شركة بنشمارك أرشلوا رسالة وبعدين اختفوا طيب متى الساعة كم أنا بشارك ولا لا أنتم مأكدين وين أدخل ويقولوا حاولنا نكلمك ما رديت طيب فيه واتساب حقا تراسل بعدين يعني محمد جزال الله خير ما قصر يعني تولى الموضوع وترتبت الأمور بس أقصد تحدث هذه الأشياء أنا مو قاعد أستخدمها أني أقول أنتم سيئين يعني للأمانة سألت قالوا لي تجربة مسرح أبو بكر سالم أفضل من المسارح الأخرى اللي موجودة والحمد لله بنشمارك حريصة على هذه بس أقصد أنا اليوم واجهت تحدي مع أحد مظظفينكم هذا طبيعي لأنه عمل بشري نعم بس بشكل عام في السعودية الأغلب في فورميلا ون ولا في البوليفارد ولا في معروف الكتاب في تجربة عميل لا ترتقي للتكلفة اللي راح تيدفعها الناس تسافر برة تدفع ربع التكلفة هذه وتأخذ خدمة غير مفاجئة أنا ما أقول أنها خدمة في آي بي ولا عظيمة اللي برة بس ما فيها مفاجئة أنت تقاريني بالدول العربية ولا تتقاريني بالدول الأوروبية أنا قارنك بواحد يدفعني مثل ما تدفعني في الدول العربية أنا أتحدى أننا نمبر وان في السعودية ليس أنا كبينش مارك نحنا كشجر كانت فعاليات والله حضرت فعاليات في دبي كانت أرتب ما أعتقد أنا حضرت يعني يمكن من حسن حضرت وأنا حضرت ما حضرت أنت فعاليات في دول أخرى فأنت تم في وشفت التجربة اللي أنت يقول الحمد لله على نعمة البلد فأنت تم في أن تجربة العميل فيها مشكلة عندنا في لا يخلو ولكن يعني الكمال لله سبحانه وتعالى ولكن نحنا بنحاول وين فرص التحسين وش اللي ممكن يتحسن ثق تماما نشوف يعني أنا تبغاني أتكلم عن نفسي أو أتكلم على الآخرين أنا أتكلم على القطاع أتكلم على القطاع أنه القطاع بيتحسن كثير كثير يعني في كلنا فين وصدرنا فين نحن أربع سنين جمعة الخير ترى خمسة سنين البلد تغيرت ترى ناس يعني ناس شغالين قرون وناس شغالين عشرين سنة ترى اللي شغالين على عشرين سنة نحن سوناها في خمسة سنين وأنا أحمد الله على النعمة أبو سلمان الله يحفظه أنه في عشرين سنة خمسة سنين أرجوكم نقولوا شكرا كلكم نحن نشكركم على نقدكم لأنه إن شاء الله يكون نقد بالناء لأنه هذا يزيل من إصراننا لرضاكم ونحن هنوصل لرضاكم بإذن الله تعالى طالما أنه في عندنا داعم كبير ولو بختم بموضوع النتائج اللي وصلت له اليوم بنشبار كنتم حدود 250 موظف نعم أعتقد فيه عدد ما هو بسيط يمكن حدود 543 فعالية أو مشروع 543 مشروع قيمة المشاريع 400 مليون دولار نحن اللهم أزده بارك نحن اي أقول خليني خليني أروح سويس راجلة إذا ندخل 450 مليون دولار أباروح صيف من بدري لمو دخل هذا القيمة هذا تهكفة المشاريع إن شاء الله يا رب مو صحيح هذا رجل لا مو صحيح وش أكثر إنجاز تفتخر فيه بعد هذا الرحلة الأشياء اللي حلمت فيها ووصلت لها مثل يعني أقرب شيء نقدر نقول عليه إنه هو أنا الحمد لله أحد أهم الشركات اللي تعمل في قطاع الحفلات الغنائية أنا كنت أحلم أني أنا أخد أقلت لك إدارة حشود في معرض اليوم أنا أدرت معرض من الألف إلى اليا وأشير إليه بالبنان ولله الحمد وإن شاء الله نقول يا رب يا رب يا رب أنت إنسان مطلع ما شاء الله في الإعلام يعني نقدر نقول واحد في المية الناس ما مبسطوا ولا كم تعطيني الصراحة المجمل يعني مبسطين مع هذا كتاب بس هنا موضوع الدخول والخروج يعني هذه أشياء والله الحمد اليوم بقول لك أني أنا بحقق حلم لي اللي أنا أسوي منتدر الرياضة الاقتصادي بقي لحلم وش الحلم القادم FII FII هذا الحلم نعم وإذا حققت هل سأصوي مقابلة ثانية إن شاء الله على أرضه بإذن الله تعالى بإذن الله سعدت بتوثيق هالرحلة التاريخية لقطاع الترفيه على لسانك وعلى لسان تجربة بنشمار شكراً أبو أحمد على قبول الدعوة أنا أشكرك من أعماق قلبي لأنه أنت اليوم قليت أني أعمل سيرتي الذاتية تستاهل الله يعطيك العافية شكراً يا أبو أحمد شكراً لك شكراً لكم شكراً لفهدرك صغير في إعداد وإنتاجها الحلقة ياسر الغانم وياسر كدشا خلف الكاميرات في تسجيل الصوت عبدالعزيز المزي وفي التحرير أناسة خليل وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على الإنتاج أصيل بافرط هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع اشتركوا في القناة